السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دهاتي براجع في الكاد وبرنامج كومن سورس هقول له كريات نيوم تقدر تقطر من هنا مثلا بارت تضاين هقول له اعمل لي البادي بقى كده الاسكتش ابدأ ارسل ما انا بقى في الاسكتش طب عايز ترسم عن الاني الجهة ال X وال Y وال X وال Z ولا ال Y Z كل حال دي تقدر تقطرها او ممكن تقطرها من هنا لو انت حابك هقول له اوكي هيبدأ خليني ارسل في ال 2D زي ما انا عايز والليكن ارسل المسائل هرسل مثلا مستطيل وانا بارسل مستطيل هو بيبدأ يعمل روابط بينهم بحيس ان الخط دوت موازي الخط دوت النقط دي مرتبطة دي الخط ده عمودي على الخط دوت كل الحاجات دي بيخليني اتحكم فيها نعملت select انا بقدر حرك الخط دوت بس هم مرتبطين ببعض بيه القاعد دي انت عمودي على ده ده مازل دوت النقط دول مرتبطين ببعض كل الحاجات ديت اللي هي القاعد اللي بجدها هنا ديت ممكن تتعمل على سنة وتقول له delete طيب دلوقتي لو كنت تعمل تحرك خط دوت من فصل على خط دوت وهكسب طيب لو انا عايز ابدأ اخليهم في بينهم روابط ممكن تعمل select على النقطين دول وتيجي هنا تقول له الربط اللي بينهم بشكل دوت وبرده النقطين دول تقول له الربط اللي بينهم بشكل دوت تبدأ تجون بشكل دوت طيب عايز امسل خط دوت مع الخط دوت بدأ تقول له اعملهم لي متوازين مع بعض الخط دوت ممكن اقول له خليهم لي متوازين مع بعض بشكل دوت النقطين دول برده واخليهم مع بعض ممكن نقطين دول تمام اخليهم مع نقط المركز مثلا اخليهم مع بعض وكذا فببدأ اخترع القوانين او القواعد بينهم وبين بعض دوت مثلا امسلت النقطة دي وبدأ تحرك فيها كل القواعد ملتزمة مع بعض اللي احنا حطناها هنا النقطة تدولوا مرتنطين بنقطة المركز ودي موازل دي ودي موازل دي وهكسب كل هم بتحركوا بالقواعد اللي احنا حطناها في بطيك هنا تقول له ايه الاسكتش في الاسكتش او فنش تخلص العامل اللي اخدت وديها وتبدأ تعمل بعض الهاجات مثلا بتبقى سلكت نعملها بشكل دوت ممكن برضو تقول له مثلا انا عايز الاثنين دول هدوم ايه امر اصبح الحاجات دي اجزاء بتشتغل معك فممكن تقول له مثلا انا عايز اعمل او انا عايز اعمل فلت اهوات اوكي بشكل دوت فبيديه بعض الحاجات اللي اقدر اتحكم واعمل الاشكال اللي انا عايزة